موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم في واحدة من فقرات برنامج براند طبعا كلكم عارفين أن البرنامج بيستهدف كل ما هو براند في كل مجال ولكن في الأول في الفقرة بتاعتنا دي نحب نرحب بأخوي وحبيبي محمد اللي معاه في البرنامج حبيبي محمد الله يزيك الله ربنا يكرمك وفي الفقرة دي جماعة معنا ضيف فيها أخوي الحبيب سامح إن شاء رب سامح حبيبي حبيب سعلا تسلام ربنا يكرمك اللي هو أصلا موضوع برنامج بتاعنا موضوع براند وياكنا عايزين ندخل فيه من موضوع من جانب تاني خالص تعم كده محمد؟ لواجه نحن اتفقنا إن كلمة براند دا أصلا معناها إيه؟ مركة أو هو أبو تصفى طيب ماشا ماشا عشان نكون معاك يعني وطبعا كلمة براند دي دي كلمة إنجليزية في الأصل ولكن هي ليس لها تعريف بالنسبة للغة الإنجليزية للغات الأخرى ولكن كلمة بتوصف لكل ما هو ليه سطو إعلامي أو انتشار إعلامي أو مركة أو إنه يكون ليه انتشار كبير يعني فدائما يصفه بكلمة براند يعني طبعا الانتشار دا خد حيس في اتجاه ربما يكون في اتجاه اللي هو النوع من أنواع الشهوات شوية بس اللي بس مش أكلات معينة رياضة معينة إن هي البراند اللي هي لها زي تريند كده بيستخدمه في تويتر يعني لكن ما في حيات الحال إحنا بنحاول نستخدم الموضوع دا في اتجاه تاني وإنت بقى تضحوننا يكون الاتجاه شوية جميل دلوقات يا جماعة المتعارف عليه عند كل الناس عند كل الناس أو مش هقول عند كل الناس يعني خلينا نقول إيه؟ إن الشباب اللي هو المرفه شوية تمام؟ دايما عايز في لبسه يكون شاري أفضل حاجة ومعندوش أدنى مشكلة أبدا إن يخش يدفع مثلا ألفات في يشتري تشيرت يشتري كيب حتى تمام كده بمبلغ محترم قوي مش فارق معه خالص تمام؟ فإحنا بقى عايزين نبصل الموضوع من منظور تاني خالص طب معنا أخونا سامح هنتكلم مع الموضوع دوت عايزين نقول إن براند لأ ممكن تكون براند مش بشكل أنت ممكن تكون براند بعقلية كم كده؟ عقلية تقدر توصل بيها اللي انت عايزه وتقدر تعمل بيها اللي انت عايزه طالما أنه هو في طريق طاعة رب العالمي فجماعة معنا أخونا سامح الأول عرفنا بنفسه كده في حالي يعني صاني واحدة بس عشان يفل عليك حبيب تسلم لي أولا بس بالبداية بحب أعبر عن شكري وانتناني والعرفان ونتجد بي نفسي يعني الأخويا الأستاذ علاء عشري فأعبر كده وأقول لي يعني وأستاذ محمد فيا من أحسبهم بيوث غابة وغيوث سحابة يا بسمة الثغري ودرة البحر وقلادة النحري واسطة العقد قرارة العد وتاج اليوم والغد شم الأنوف ذوي النفوس الذاكية من ودكم في عمك عمك فؤادية أهلا وسهلا بكم كلما نسنا في الصبا بنيتم بأقصى القلب ملها وملعبة فأعشب واديه وطابت ثماره وأمر جمرع كان بالأمثي مجدبة ماشاء الله تحياتي خدت بالك من المقدمة البرنامج سؤال جميل من حد لزيز جدا حد له باع في المجال الشعري واللغة العربية الأستاذ علاء عشري ولكن السؤال دايما يطرح نفسه على الساحة عموما يعني على الساحة العالمية مش فئة معينة وفعلا فكرة البرنامج فعلا زي ما قلت يا سعلا براند مش فكرة في مجال الفن ولا في مجال الموسيقى ولا حتى في مجال العرب ولكن براند أحيانا تمام كده لو جينا الركز قوي في حتة الإدراك بالذات ألاقي فيه ناس دايما بتنفرد بالحتة دي والأسف الشديد مش متسلط عليهم الضوء زي بعض الناس اللي واخده مجال متسع وخاصة في السوشيال ميديا عموما ولكن فعلا زي ما انت قلت كده في البداية إن أنا لو حبيتها أطور الفكرة دي فعلا وخليها فكرة متسعة وشاملة تشمل الكل من أين أبدأ على فكرة من أروع العلوم يعني من أروع الأفكار اللي أطرأت في العلوم فكرة أنت إنت إزاي تتعامل مع النحية العقلية في الجانب الإدراكي ودي دايما بتفرز فئة العلماء الأولى طبعا أنا بتكلم من مجال تخصوصي برضو عشان الناس ما تتوش أنا ماجستير كيميا فطبعا أنا هتكلم من وجهة نظري العلمية عشان محدد بس يقوله وبيتكلم من أي اتجاه فوجهة نظري أنا أخلط ما بين الفكرة بتاع البرنامج والفكرة العلمية إيه اللي في العلم أو إيه اللي مثلا مختص فلا أو الجزء المحدد تحديدا في المجال العلمي عموما اللي مربوط بالفكرة دي تعال كده امسك العلماء هم ليه بيسمع علماء أصلا لأن العلماء بيفكروا في الحاجات اللي بيفكروا فيها الناس بطريقة غير مألوفة كل الناس بتفكر في كل شيء بطريقة مألوفة جدا لكن العلماء بيفكروا بطريقة غير اللي بيفكر بها الناس وده بقى اللي بيسميه بن كوسين كده الإبداع العالم إنسان بيأكل ويشرب ويلبس زي وزيك جدا لكن الفرق بينك وبينه إنه هو استخدم بقى فكرة البراند دي فكرة الإدراك في الشيء المبحوث أو اللي بيبحث به بنظرة علمية ثاقبة بحيث إنه يكون زي منقوك هنا بالقلع باللغة البلدي عنده بصيرة وعنده بعد نظر فوصل لك للفكرة أصبح العالم في مجال العلم أصبح نجم الكرة في مجال الرياضة أصبح مثلا الفنان أو مثلا الممثل المشهور أو الكاتب المسرحي في مجال الفنون مثلا الكاتب الفلاني الشعر الفلاني لو جيت في كل مكان هتلاقي كلمة براند في كل مجال أو كل تخصص لها فاو معانا من الناس اللي هم بقى الفئة الأقلية دي اللي احنا بقى عزين نركز علىها بحس إنه نعممها على كل الشباب أو كل فاو الأفكار المطروحة اللي بتبعد الفكرة دي أصلا عن كل الأنظار جميلة ناخد من كلامك حاجة اللي هو فكرة في علم النفس يسموه أو علم الاجتماع السياسي كمان العقل الجامعي العقل الفردي فدائما يقولون أن العقل الجامعي اللي هو العموم هو أقل تحضرا وفاهما وضقة من العقل الفردي اللي هو أحد أقول طول الأقليات اللي قالت أهل العلم اللي هو أهل الإبداع أهل التخصص وحتى وصلوا في العلوم الحديثة إلى ما يسمى بتخصص التخصص مش مجرد تخصص بس يعني مثلا لو تلاقي دكتور بحث في مجال القلب عموما كان الموضوع كان عبارة عن أوعية عامة وعضلة يومنا وعضلة يسرة وبشكل عام كان بيتكلوم في القلب عموما دلوقتي دخل الموضوع مش قلب بس لا ده جراحة قلب مفتوح ودخله إلى ما يسمى بتخصص التخصص وكذا في كل علم يعني إلى أن وصلوا كمان عموما في الفلسفة العامة يسموها القون المتعدد كذلك الإنسان بين خلايا بات الخلايا المتعددة بس السؤال هنا أهل محمد نفس النظرة تفضل أنا اللي باتكلم على طرح الفكرة مالبدال بس أستاذ علاء جميل قال لك يا فكرة بس أن في ناس للأسف الشديد عم حجمها عقليتها في فئة معينة على فكرة برنامج براند أو الفكر براند على فئة معينة بس لكن لو جيتها عمم تعال مثلا ارجع كده من حوالي مئة سنة أو مئة وخمسين سنة هل كانت توجد الطائرة؟ لم توجد هقول لك أنا بقى الفكرة دي مثلا مثلا عباس ابن فرناس لما تكلم عن فكرة مثال بسيط عن فكرة الطيران الناس قالت ده مجنون وده يعمل لبس ريش ونطار من فوق الجبل القصار الدرعال تمام كده؟ فطبعا جاء بعدها الأخوات برايت قالوا طيب هي الطيور ما بتطير طيب احنا ممكن ناخد الفكرة بتاع عباس ابن فرناس ونعمل أجسام أجسام مادية من البلاستيك ونحط فيها أجنحة ونجرب حطير ولا وبالفعل فعلا جربوا ورق الطائرات الورقية وبعد كده البلاستيكية وبعد كده دخل الفيلم عادي السؤال بقى فعاد عباس ابن فرناس قبل الأخوات برايت قبل ما يصنعوا الطائرة لو جيت الكلام عن فكرة الطائرة يقول لك ده مجنون طري ده الفكرة في عادها كانت غير سائدة لكن بعد مئة سنة أصبعت فكرة إيه؟ سائدة والناس مؤمنين إيه؟ خلينا بعد كده عباس محمد سامح خلينا نيجي لبيت القصيد أنا أقول باش تفضح أنا كنت عايز أقول بفكرة الكل المتعدد من المنطلق سامح ضيفنا النهارده أنه أقصى متعدد المواهب أنا بس عايز أكيد تروح معاني المنطلق عايز أقوله والله دائما 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 أنا عايز أقوله لحاجة محمد رجب يعني ما بيني عارفه من سنين قوي تمام كده؟ طبعا يعني فهو بيبقى عارف هنان تقول إيه؟ بيقوله قبل أنا ما أقول سيد نقول حاجة الله كمه محمد روحان يحل في جسد دماغ واجهن لهم لا واحدة الله الله لا طبعا نعم أدرجة أتكلم في حاجة أقول لك حاجة في فكرة كمان لا الفكرة الأهمية أستاذ علاء في حكما دائما كنت أسمحها مش فاكل من بالضبط ألا يعني فاسم يتوني أصغير بقول لك اصنع سائدك واخدم غربتك ومن ضمن الأكوال العظيمة التي قيلت عن أمير المؤمن عمر قال إذا لازمت البحث لما لازمت البحثة والتحقيقة لم يترك ليه في الوجود دي صديقة وقال طلب الحق إيه؟ غربة دائما لما بتطلب حاجة منفردة هو إيه ده؟ إذا راجت إنت حتى لو جي واحد مؤمن وسط شوية عزك الله يعني شوية منافقين يظنونهم منافقا مثلهم طب ليه طيب؟ لأن النظرة العامة كده فإحنا لو بنركز على المواهب الفردية دي فعلا بننمي المواهب فعلا وبنركز على فكرة البلنامج فعلا كفكرة بقى في كل حاجة يعني ما تخصصهاش عممها هتلاقي عندك فعلا عندنا كمسلا مثال بسيط الشعب المصري مثلا ما شاء الله عندك قمة الإبداع في كل المجالات من أبسط الناس نقف هنا بقى نقف هنا إحنا الأول عايزين نعرف الناس إن إحنا جيبنا أخونا سامح النهاردة تمام كده عشان نقول بس حاجة مهمة أوي آه طبعا ما لقيم تسيبك النهاردة عشان نقول حاجة مهمة أوي يا جماعة أخونا سامح الفضل الله عز وجل الأول هو ربنا امتنى عليه بحفظ كتاب الله عز وجل ابتداء وده طبعا ربنا بيقول ثم أورثنا الكتابة الذين اصطفينا من عبادنا فربنا امتنى عليه وربنا اصطفاه بأنه حملوا كتابه بالضبط كده تمام كده ده رقم واحد رقم اتنين ان هو ربنا امتنى عليه بصوت حسن فبفضل الله فهو أصطفى يا جماعة هو منشد نهيج بقى ان ربنا امتنى عليه كمان بالماجستير في الايه تمام كده آه تمام فهو متعدد المواهب يا أخوانا تمام فطبعا على فكرة هو أصطفى وهو المحاسب على الحاجات دي نعم فإحنا عايزين بقى نقول حاجة آه آه تمام كده طبعا انت عايزنا أقول انت شاعر فخلينا نقول يا اخوانا ان ده بفضل من ربنا عز وجل ان الشباب بجد كله طاقة الاول خلينا نقتنع بان رب العالمين ما خلاقش حد كده أبدا ربنا خلق كل فرد ومن جواه مجموعة مواهب بس كل واحد يدور على مواهبه فين وهو لاقي نفسه فين تمام فيعني سبحان الله عندنا مثال بصراحة أنا باعتبره أنا ربما هو يكون مثال قديم هو مش قديم قوي يعني لكن أنا باعتبره بصراحة هو برند في مجاله بصراحة الإمام الألباني جماعة الإمام الألباني بدأ يتعلم علم الحديث وعنده كم سنة؟ خمسين سنة بيتعلم وعنده خمسين هو مات وعنده تسعين سنة بدأ يتعلم وعنده خمسين سنة فعشة ربعين سنة وبقى أعلم أهل الأرض في الحديث تمام كده فهو ربنا يرحبه وعلى فكرة الصدق برجع للصدق برضو في طلب كل شيء يعني الصدق دايما في طلب الأمر حتى وإن كان بص لو كان اللي بيطلب عزك الله يعني كافر جميل أول تمام كده؟ جميل الله عز وجل يسخر له حليه قول يا سامع فكرة إن علم شرعي لا يتعارض مع علم الدنيوي الناس اللي بقولوا مثلا مثلا ما حدش هجماعة يدخل أزهر الأزهر موضي تقيلة شوي خلاص كده لا تما جماعة الأزهر بيطلع منه ده كتر وبيطلع منه علم كتير جدا 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 تمام كده؟ فخلنا نقول فكرة سامح مع حفظ كتاب رب العالمين لم تكن متعرضة البتة مع أنه هو يطلع يقدم يحضر ماجستير في الكيميا ويبقى جماعة بيقدم برامج تعليمية على اليوتيوب ليه قناة على اليوتيوب بيقدم عليها برامج تعليمية تبع مركز محترم قوي مركز بيد في كل المواد تمام؟ فهنقول هل فيه تعارض أصلا؟ ما بين الاتنين وإزاي لو حبنا نوصل مجرد رسالة في أقل من دقيقة إزاي تقول رسالة للشاب اللي انفكر أن الموضوع فيه تعارض لا تقول له خلي بالك موسيقى أصلا؟ تمام؟ وإن هو الموضوع ملوش علاقة بصعوبة مواد من سهولتها هو له علاقة بعقل براند يقدر يؤثر اللي هو عايزه ماشي أنا أجواب على جزئتين بالنسبة للسؤال جزئتين جزئتين أولى إحنا لو جانا بالتاريخ كده في ذاكرة التاريخ لعلماء المسلمين أي علم من العلماء ماشي عدد لأنهم ما شاء الله يعني عدد ولا حرم تمام كده؟ هتلاقي بفضل الله كل عالم كان يبرع في كل العلوم العلوم الشرعية والعلوم الدنياء والعلوم العلمية تمام كده؟ وده في الأول في الآخر ما أخروش عن أنه يتعبد وفي نفس الوقت يتعلم ويعلم غيره وعندنا أمثلة كتير من التاريخ في العلماء في المجالات العلمية كلها دي الجزئية الأولى الجزئية الثانية بقى كنت ده مفكر غربي قال ما قولها جميلة جدا إليه؟ قال له أن الله عز وجل أعطى الحقيقة الناجز الله عز وجل عنده العلم الناجز العلم الوافق يعني عند ربنا سبحانه وتعالى فلو أعطى الله عز وجل الحقيقة كانت الحقيقة في يده اليمنى هو بيقول كده وده مفكر يعني فيلسوف لا لا علاقة لا بالإسلام ولا يعرف حقا للإسلام قال له أن الله عز وجل جعل الحقيقة الكاملة في اليد اليمنى وجعل البحث عنها في اليد اليسرى لسجدت عند اليد اليسرى تعبدا وشكرا لله على أن منحاني نعمة البحث فتعالى كده بقى اللي نقول الإنسان من الحيط لي حتى كلها كلها خلينا نتكلم عنك أنت صبرا بس آه تم كده هل نتكلم عنك أنه إزاي الأول نعرف الناس أن المفهوم الأول برندف شخص سامح اللي هو قدر يجمع ما بينحفظ كتاب رب العالمين اللي عايز جهد وعايز وقت وعايز مثابرة وعايز تم كده وتحضير مش يستير بوده اللي عايز منه وقت وعايز جهد وعايز وعايز تم كده نهيك كمان عن عن الإنشاد تم كده فهو إزاي دورت أنت أصلا تجمع بين اللي اتنين انت شخصك انت تمام أولا آه لله الفضل منه يعني دين امام ربنا أنا أقف على جبل من الطموح تمام كده وغالبا ما تشدين الظروف إلى الوراء لأنطلق إلى الأمام لما جيت أقرأ بس تقرير أنا بقى مش أنا بحاول أقرب للناس من الناحية العلمية اللي بحاس كل يسمعني ألبرتا أينشتاين لما جوا يعملوا فحوصات على الدماغ على خلايا المخ بهذه العقلية المنفردة إلى اليوم عقلية أنشتاين عندك جميع التكنولوجيا والفيزياء الحديثة شغالة بأفكار نسبيت أنشتاين تمام تعالى كده أعمد قاعد يعملوا أبحاث على عقلية أنشتاين لأنه مستخدم واحد في المية من الطاقة العقلية العقل خلايا المخ أو الجزء بتاع الذاكرة في المخ لو كل سنة دخلوا ثلاث معلومات والإنسان عمره سبعين سنة طول السبعين سنة ربع مخ الإنسان لن يمتلق بالمعلومات لو كل سنة بيدخل في المخ يعني المخ كان معلومة ثلاثة والإنسان يعيش كم سنة سبعين شوف كده سبعين سنة في ثلاث معلومات في الثانية معي كده وبالرغم من ذلك ربع أو تلت عقل الإنسان لن يمتلق بالمعلومات أنا صانعة من يا سيد علاء من خلقني الله عز وجل قال وفي أنفسكم أفا لا تبصرون أحيانا بتمسك الأهل الحاسبة الكمبيوتر الجهزة التكنولوجيا الحديثة بتستغرب جدا لما تضرب الأرقام وتطلحها في لحظة السؤال من صناحها أصلا الإنسان برضو خليني تكلم عن سامح طب ماشي من عشان بس أنا بدي دفع دفع تحفيز سامح سامح تمام تمام ماشي الصدق الصدق في طلب الشيء أنت بتطلب الحاجة دي بصدق فعشان كده ربنا بيختبرك فيها فعلا وفي نفس الوقت ربنا ما يقدرش يمنع عنك عطاءه طالما شاف فيك أن أنت في خير هتعمل كيف ربنا ما يمنعشك ما يمنعشك نعدي المعنى أنا أسف بس سامحني الله عز وجل قدر لكل شيء الله عز وجل يعني ممكن يعني إيه الإنسان طالما بيطلب من ربنا فربنا سبحانه وتحاشى وكلا يعني أنه يمنع عن الإنسان عطاءه تمام كده فربنا بيعطي الإنسان على قدر طلبه اللي أنا عايز نفسي يا رب نفسي يبقى كذا وكذا وكذا تعبين أنت صادق فعلا هتعمل إيه أنت مخلص هتعمل إيه كذا فالصدق في الشيء لو ربنا بيلهمك التوفيق دون أن تشعر لن أسألك سؤال مثلا إمام الشفعي إمام الشفعي كان بيقرأ القرآن في اليوم مرتين صح كده السؤال أنا دلوقتي اللي أنا قعدت في 24 ساعة السؤال بمنطقية وأنا بقرأ وأنا حافظ القرآن هل هاختمه مرتين أعتقد يعني هو بقى في أنت نفسك أنا ممكن تشكل في تقولي يا سامي العقل والعسر والأتجودة صح كده طيب أين كان كانت بركة في العمر هنا بقى هنا التوفيق عايزين بقى نطلع من جودة محمد فضل نطلع من جودة أنا كون عايزين نسمع أي شوية تصفيق عايزين بقى نطلع من جودة أول دلوقتي أخي طلعنا منه أخي مش كده يا أخي طلعنا منه أخي تفهم كده أنا من جودة دوت ولو قلنا كده أنا أنا شخصيا شخصيا هو سامح أخي وحبيبي ولكن أنا شخصيا بصراحة اتعمت أن أجيبه معاي في البرنامج عشان أنا بيحبه صوته جدا فيعني يا رب ما كنش أنا أنا واهم يا رب وتسمعه معي تحب تسمعني اللهم صلى الله وسلم وزيدة وبارك صلى الله عليه وسلم طبعا أنا عادة في أي حاجة كده من أبدأ أحب أبدأ حاجة عن النبي على صلى الله عليه وسلم تسمع عن النبي على صلى الله عليه وسلم وأحب أقول حاجة منفردة تمام كده شو ما أجمل يعني مش حاجة مش دايما انشاع وحد سمع طيب القصيدة بعنوان خير البشر خير البشر لماذا تسمى بخير البشر ويرفع ذكرك فوق القمار لماذا لماذا يصلي عليك الإله ويملأ حبك كل الفكر حبيبي محمد خير البشر لأنك طه النبي الأمين رسول الهداية للعالمين بعثت بحق قوي مبين ودين قوي من سرى وانتشر حبيبي محمد خير البشر لأنك أخيت بين الأنام وكنت المحبة كنت السلام ولقيت كيما يسود الوئام من الجهل ما قد يذيب الحجر حبيبي محمد خير البشر سمعنا كثيرا عن المعجزات من الرسل عهد تولى وفات سمعنا كثيرا عن المعجزات من الرسل عهد تولى وفات ولكن آياتك البينات هي الباقية بقاء القدر حبيبي محمد خير البشر ويوم الحساب يتوه الجميع من الهول حتى يشيب الراضيع ونلقع كأنت رؤوف شفية لتدفع عنا لهيب الشرر حبيبي محمد خير البشر حبيبي محمد خير البشر سل الله عليه أنت للصلاة وأسك السلام أحسن أن تبارك الله فيك والله يعني الله ما تقبل رب والله ما شاء الله والله يعني صوت الندي والله العظيم يعني اختراك للكلمات ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله والله ربنا وربي يحفظك وربنا وربي يزيدك ولكن طبعا طيب لو قلنا لو حبنا نسمى حاجة في ديئتين ممكن عند حاجة ديئتين ديئتين أقل من ديئتين طيمن؟ حاجة بقاء وطنية كده طيب خلاص الله المستعلم بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي بلدي في حبك بل أكياني بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي أبعيد وأرجع لك من تاني والأحدود في ضل شموسك وسنينك سكنة بوجداني بلدي بحبك والله والله والميت نيلك بشتاء من خلفك شمسك طلالي وفي حبك نبض الأشواء بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي بلدي في حبك بل أكياني بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي أبعيد وأرجع لك من تاني وأنت يا مصر عظيمة بناسك فيك شهامت كل الكون زي الورد كل أولادك زي الورد كل أولادك وهنبني يا مصر وبنعلي وابن وعيد يا بلدنا تمالي تبقي حضارة تبقي منارة يطل عليك كل الكون بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي بلدي في حبك بل أكياني بلدي يا بلدي يا بلدي يا بلدي أبعيد وأرجع لك من تاني والأحدود في ضل شموسك وسنينك سكنة بوداني بلدي يا بلدي شفت الجمال ده كان ليه بس تعليه بعد الجمال ده كله وتعزل الشعر وانت ليه ما أعيطش على مصر تعاق المرجع طيب خلينا في آخر الحلقة نرحب أخونا آآ تاني سامح منقوله شرفتنا يأخي ليه في محبتك شهود أربع وشهود كل قضية اثناني لي في محبتك شهادة اربع وشهود كل قضية اثناني خفقان قلبي واضطراب مفاصلي وشحوب وجهي وانعقاد يا اخواننا ها عاية نشكر اخوانا سامح في اخر اللقاء وربنا ربي ينفع بيك وفي انشرفتنا ونورتنا حبيبي ربنا يكرمك ربنا يكرمك ونشكر اخوانا محمد على الصدافة الجميلة حبيبي ربنا برك فيك ونشكر كل المشاهدين ونقول لكم ان شاء الله عن موعد في اللقاء تاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة